سؤال بيجيلي كتير في التعليقات من حضراتكم واللي بيكون عن يعني معقول ممكن النرجسي يتغير وإيه اللي المفروض نعمله علشان نخليه يتغير وهل ممكن الحب يخلي النرجسي يتغير وإيه الطريقة اللي ممكن نساعد بها النرجسي علشان يتغير كنت قريط مجاء المقالة كده أجنبية بتتكلم عن النرجسية وبتقول المقالة دي إن فيه شخص نرجسي سنة 2019 تقريبا تم شفاقه من النرجسية والمقالة كانت بتتكلم عن هل فعلا دي حالة شفاق من النرجسية ولا لأ بكل تأكيد لو كان الكلام ده صحيح إن فيه شخص شافة تماما من النرجسية يبقى موضوع إن إمكان تغيير النرجسي فعلا حقيقة لكن ده بيخلينا برضو نسأل الأسئلة اللي قلناها في الأول هل من الممكن النرجسي يتغير ولو يتغير يطرى التغيير ده هيكون بعلاج معين ولا دافع معين خلا يتغير بناء على الحالة اللي بتتكلم عن شفاق النرجسي بطريقة معينة فده بيعرفنا أو بيجاوب لنا عن إن من الممكن فعلا إن النرجسي يتغير ولكن من الواضح إن الشخص ده هو اللي قرر إنه يتغير أو يتعالج بصرف النظر عن الطريقة طيب إيه الوضع في تغيير النرجسي بدون علاج مباشر يعني هل من الممكن إن النرجسي يتغير من نفسه الدراسات يا جماعة أظهرت إن النرجسية أعراضها بتقل مع تقدم النرجسي في العمر ما بتختفيش طبعا ولكن بتقل شوية والدراسة كمان وجدت إن النرجسية بتقل عند الأشخاص اللي الحياة الأسرية عندهم مستقرة أو الأشخاص اللي متولوش مناصب قيادية أو وظيفية فيها نوع من التحكم والسيطرة على المرقوسين بتوهم بس المشكلة إن الدراسة دي لما تعملت كانت بتتعمل على ناس طبيعيين وطبعا إحنا قلنا قبل كده إن الصفات النرجسية ممكن تكون موجودة أو موجود بعضها في أي شخص طبيعي ولكن بتكون بصورة صحية مش زي ما بتكون في النرجسي المسيق المضطرب علشان كده إحنا ما نقدرش نحكم على الدراسة دي ونحكم بيها إذا كان النرجسي الحقيقي المريض ممكن يتغير ولا لأ السؤال الأهم دلوقت يا جماعة بعد اللي قلنا ده هل النرجسيين قادرين على إنهم يتغيروا من الطبيعي جدا يا جماعة إن أي إنسان لو عنده طبع معين في شخصيته وبيكون مترسخ جواه أو متعود عليه بيكون من الصعب جدا تغيير الطبع ده أما مع شخص النرجسي المريض بيكون الموضوع أصعب بشكل رهيب وده طبعا بسبب طبيعة الشخصية النرجسية نفسها علشان إنت لما بتكون عندك مشكلة ومحتاج إنك تعالجها أو تغيرها بتحتاج تمر بثلاث مراحل وهي الوعي الذاتي يعني إنك تكون فاهم طبيعة المشكلة اللي عندك واللي محتاج تغيرها فعلا المرحلة التانية بقى إنك تدرك إنك فعلا محتاج للمساعدة علشان تغير المشكلة دي أو تعالجها أما المرحلة التالتة إنك بالفعل تبدأ تطلب المساعدة وإنك تمشي في طريق العلاج بالفعل وتنفذ الخطوات المطلوبة منك علشان تتعالج وهنتكلم عن الخطوات دي والمراحل دي بالنسبة للنرجسيين أول مرحلة جماعة واللي قلناها اللي هي الوعي الذاتي وهي هل النرجسي عارف فعلا إنه النرجسي بالفعل؟ النرجسيين يا جماعة عندهم صورة مبالغ فيها عن نفسهم بشكل رهيب وبيعملوا كل اللي بيقدروا يعليه علشان يحصلوا على المتح والإعجاب من الآخرين علشان يحفظوا على الصورة المتضخمة دي وده السبب اللي بتلاقي إنه النرجسي مغرور جدا وبيتصرف وبيتباهب نفسه بطريقة فيها عجرافة وكبر في النقطة دي هم عارفين نفسهم كويس يمكن ما يكونش شخص النرجسي ما يعرفش مصطلح النرجسية نفسه أو سمع بقبل كده ولكن هو عارف كويس اللي بيعمله والتصرفات اللي بيقوم بيها بالإضافة لكده هو بيكون عنده فخر بنفسه بشكل مبالغ فيه وفي ناس كتير جدا ممكن تتصرف بالشكل ده لما بيكونوا موهوبين أو نكحين زي النرجسيين علشان كده في الوقت اللي بيكون النرجسي عنده الوعي الذاتي للطريقة اللي بيتصرف بيها ولكن هو من الصعب جدا إنه يشوف الموضوع ده على إنه مشكلة عنده ومحتاجة لعلاج الحاجة التانية وهي هل من الممكن إن النرجسي يحس إنه محتاج للمساعدة في علاج مشكلته بالرغم من إن النرجسي يعارف الطريقة اللي هو بيتصرف بيها ولكن هو ما عندهش أي وعي عن ليه هو بيعمل كده وورا كل الغرور اللي عند النرجسي ده جوا نقطة ضعف رهيبة جدا وبيخفيها دايما واللي هي تصرفاته السيئة دي وإنه عنده بالفعل مشكلة ومحتاجة تتعالج والموضوع ده مجرد ما بيظهر في الصورة بيقلم النرجسي جدا وبيبزل كل جهده إنه يخفي إنه عنده مشكلة لإنها بتعتبر عيب حقه وإهانة له وده اللي بيخليه يتقبل إنه يعيش بالاضطراب اللي عنده ده وما يحاولش أبدا إنه يتعالج منه علشان كده لو افترضنا إن النرجسي ممكن يتعلم أو يفهم في يوم من الأيام إن اللي عنده ده اضطراب في شخصيته بإنه يكون قرى مثلا حاجة إن الموضوع ده أو إن فيه حد قاله بصراحة كده إنه نرجسي مش هيقدر إنه يوصل لنقطة إنه يكون عنده إدراك إنه عنده مشكلة ومحتاج مساعدة في علاجها أما المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة طلب المساعدة الفعلية وإنه يمشي في طريق العلاج الحقيقي فده بيمثل لناس كتير جدا إنه حاجة عيب جدا في حقهم وكمان بيكون شيء الهم يا طرى الناس هتبص له إزاي حاجة كمان مهمة جدا إنه لو فرضنا إن النرجسي وافق إنه بالفعل يروح لحد للعلاج إذا كان طبيب نفسي أو معالج فده بيخليه مضطر إنه يحط نفسه تحت تصرف الطبيب ده يعني تحت سيطرته وده اللي مستحيل للنرجسي يتقبله أو يوافق به لإنه متعود على السيطرة على الآخرين بطريقة توفر له إنه يحصل على الإمداد اللي هو محتاجه منهم وده مش هيحصل أو مش هيحصل لو النرجسي وضع نفسه تحت تصرف المعالج الموضوع ده يا جماعة يكون في منتهى الصعوبة على النرجسي علاج النرجسي بيحتاج تغيير الأفكار اللي جوه عقله وده من الصعب جدا مع النرجسي لإن النرجسي بيحاول إداري مواقفه وسلوكياته المسيئة مش إنها تتناقش ولو حتى للعلاج كمان الموضوع ده هيبقى سبب في زيادة الوعي الذاتي للنرجسي يعني هيعرف نفسه كويس ويحس بتصرفاته جدا وهيعرف وقتها إنه كل تصرفاته المسيئة اللي كان بيعملها دي كانت علشان يحمي نفسه الداخلية الضعيفة ولما النرجسي يدرك الحاجات دي يبقى من الممكن إنه فعلا يعالج نفسه طيب هل ممكن النرجسي يتغير بدافع الحب أو بسبب إنه بيحب لما بتكون على علاقة بالنرجسي وتكون بتحبه بتكون بتتمنى إنه تغير علشان تحافظ على علاقتك به لكن كل ده بيتوقف على حاجة في منتهى الأهمية وهي هل النرجسي ده بالفعل في حالة حب ولا لأ معظم النرجسيين ما بيحسوش بالحب اللي الناس الطبيعية بتحس به هو مش بيحبك أنت ولكن بيحب الطريقة اللي بيحصل بيها على اللي هو عايزه منك النرجسي بيحب اللي عندك بيحب صفاتك اللي بتجذبه ليه علشان هو عارف إنك شخص كويس وصفاتك دي بتخليه بيحتاج يبقى معاك على طول النرجسي بيحب الإمداد اللي انت بتقدمه له مش بيحبك انت علشان كده من الصعب جدا إن النرجسي يتغير بسبب الحب طيب هل ممكن النرجسي يتغير لما يرتبط بعلاقة جديدة في المراحل الأولى من العلاقة مع النرجسي بتكون مرحلة إغراق عاطفي واهتمام لكن هو ما بيقدرش يستمر في الموضوع ده وحيبدأ يتغير ويمارس إساءاته على طول بتكون دي طريقة بس جدا علشان يقدر يستفيد منك ويسيطر عليك علشان يخليك في موقف أضعف علشان يقدر يتحكم في العلاقة بطريقته وفي المرحلة دي بكل تأكيد بيكون النرجسي عارف إنك مصدر إمداد ممتاز له علشان كده لو أنت في علاقة مع شخص نرجسي وحاسس إنك نفسك أو بتتمنى إنه يتغير فللأسف النتائج المتوقعة مش هتكون مشجعة بالمرة بسبب اللي قلناه في حلقتنا دي حاول تكون وقاية وتسأل نفسك هل النرجسي اللي معاك ده بعد اللي قلناه ده من الممكن إنه يستجيب للتغيير وحاول متغشش نفسك أو تضحك على نفسك وتدي لنفسك أمل مستحيل في إنه يتغير لإن ده مش هيكون أكتر من استنزاف أكتر لنفسك وإهدار لقوتك وطاقتك على الفاضي لو حد من اللي بيسمعنا يا جماعة قبلته حالة نرجسية فعلا اتغيرت أو تعالجت ياريت اكتب لنا في التعليقات أتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة دي وماكنش طولت عليكم إن شاء الله نتقابل الحلقة الجاية مع موضوع جديد عن النرجسية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته